اشتركوا في القناة او كومنت او شير مير فير اي اشي بتخليها اعملوا المهم يعني اللي بتشوفوه مناسب انتوا اعملوه الله يعطيك العافية وبرك الله فيكم طيب خلينا نروح على الاسئلة قبل ما ندخل على توقعات اليوم طبعا عنا سؤال بقولك يسعد صباحك دكتور وكل اوقاتك ويعطيك العافية الله يطمن حالك وبالك اول يوم تراجع لعطارد كنت مضطرة لتوقيع عقد شراء عقار انه كانت بداية للشغل قبل التراجع برج العذراء من العراق طيب يا ريت والف مبروك ما فيه اي مشكلة انا ذكرت انه تأثيرات تراجع عطارد على موليد برج العذراء انه هو كوكبهم يعني بأثر عليهم سلبي وفي نفس اللحظة انه هو بالجوزاء يعني مسافة بعيدة ما بينك وبينهم يعني بيتك العاشر بيت السمعة والعمل ما له علاقة بالعقار او بالبيوت اثنين عطارد له في الاتصالات والمواصلات واله بالعقود انك تقرأ العقد والدقق فيه وتستشير اهل الاختصاص ان اضطرت انك توقع العقد فهو ما بأثر يعني هو العلاقة بالاجهزة الالكترونية بالصحافة بالمراسلات بالسيارات بالطيارات بالمواصلات اي اشيه العلاقة بالاتصالات والمواصلات هو العلاقة في هذا الموضوع اما موضوع العقار فهو بيجي لأصحاب البيت الرابع يعني اللي بكون بيتهم الرابع هو اللي بتأثروا زي ما أريد برج الحوت اللي هم مثلا بيأثر عليهم على مسائل لها علاقة بالعقارات وبجبلهم مشاكل فعشان هيك مبارك وإن شاء الله ربنا بتمم لك الخير يا رب ويكون بيت السعادة بالنسبة لا إلك سؤال ثاني السلام عليكم أستاذ سعيد سأعيد سؤالي كمان طيب هل يجوز فتح محل تجاري أو التوقيع على وراق رسمية بين الخسوف السابق والكسوف القادم ما فيه أي مشكلة ثلاث أيام بعد الخسوف وقع إن شاء الله بتوقع طيارة ما لها أي علاقة جاوبت عليها في الحلقة السابقة ما فيه أي مشكلة المهمة أنه تكون يعني ثلاث أيام قبل ثلاث أيام بعد إن كان للخسوف أو للخسوف ما بينهم ما فيه أي تأثير ولكن لأنه فترة تراجع عطارد دقق بالتوقيع على الأوراق الرسمية والبنود تبعتها والعقود بشكل جيد عشان ما يكون فيه بند هيك ولا هيك ما تكونش مركز فيه لأنه عطارد إلو علاقة بالتركيز فعشان هيك منقول إنه حاول قدر الإمكان إذا كان فيه مجال للتأجيل بعد تراجع عطارد بيكون أفضل مع العلاقة بالخسوف بالخسوف ولكن إذا مضطر بدك الدقيق في البنود بشكل جيد سؤال من دينا السلام عليكم أستاذنا العزيز هل صحيح حسب قول بعض الفلكيين إذا كان الشخص في ساعة ميلاده كوكب منتحس ومأثر عليه في صحته وعفيته هل صحيح إذا غير الشخص مكان البلد المولود فيه في نفس يوم ميلاده لبلد ثاني بتغير النحس لك منها كل الحب والاحترام وإلك منها كذلك أول إشي بدي أحكي لك شغلة هذا الموضوع في بعض الفلكيين أخذوا من بدناش نقول لنصابين هم نصابين هذي مختصر هم أفاقين هم أساسا يعني لعبوا كثير في هاي المسألة وشوهوا كثير من أشياء لها علاقة بعلم الفلك هذه المسألة ذكروها بعض الفلكيين العرب طبعا وفي خلاف على مسائلهم اللي هي مسائل المدارات الأرضية وأنه كل مدار إلو برج وأنه الشخص لما بيكون مثلا مأثر عليه زحل زحل بدل على الشخص الكبير والختيار والمش عارف إيش وأنه روح تصدق على الختيار أو المريخ العلاقة بالأحمر البس لون الأحمر عشان نتعزز الطاقة والكلام هذا هذا كلام بعلم الفلك طبعا الحديث والقديم ما إلوه أي صحة يعني كثير من الأشخاص بنتقلوا بطبيعة عملهم لا بلد ثاني ولكن تتنيل الأمور عليهم بزيادة مش هذا لأنه الكوكب مش عارف إيش والبلد اللي أنت فيها كوكبها وبرجها مش عارف شو فغيرت الأقضاء كلياته ما إلوه أي صحة أي صحة أنه أنت لما نولدتي نولدتي بتأثيرات معينة للكواكب عليك أنك تدرسي تأثير هذا الكوكب إيش نقطة الضعف اللي أعطاك إياها أعطاك العصبية أعطاك الحدية بدك تحاول تضبط عصابك تحاول أنك أنت ما تعصبي ما تنفع لي أعطا نقطة الضعف صحيا مثلا لألام العظام أو ألام المفاصل أو ألام الظهر بتتواقي عن رفع الأوزانة الثقيلة بتلعب تمرين رياضية لتقوية العضلات عشان يصير الحمل على العضلة مش على الفقرة وفي نفس اللحظة بتتواقي علاجيا يعني بتصير التابعي حالك ما تستهيني بالأمراض الصحية اللي ممكن تيجي من هاي النقطة فهيك أنت بتتجاوزي ضرر الكوكب أما موضوع أغير اللون وغير البلد وغير الطعام وغير المشعارة في إيش فهذا كلام مش صحيح هذا نوع من أنواع الاستخفاف بالعقول أو تحلق يعني في أشخاص مثلا بيجي بيقول لك أروح عيش باستراليا مين طب كيف وين أروح يعني خلاص نيلات آه والله أنا قلت لك أنت حر يعني أنت دفعت لي 200 دولار عشان أجاوبك وأنا جاوبتك إذا ما قدرتش تروح عاستراليا معناته خليها الدنيا تخبص عليك وأنا مليش علاقة في الموضوع أنا بس إني علي جاوبتك فهذا كلام مش منطقي والعلمي وما تخذ فيه نصيحتي يعني وحتى المستمعين ما تخذوا فيه لأنه هذا كلام آه نوع من أنواع العبث هي علاج الأمر بالوقاية والعمل العكس لا إله هو اللي بيكون لا صح سؤال آه ابني إذا الواحد ما بعرف ساعة الولادة ولا مكان الولادة حتى بيعرفها بس بعرف اليوم والشهر والسنة السؤال كيف ممكن يعرف خارطة الفلكية آه ربنا ما يحرمنا منك ولا يحرمنا منك يا أمم راعد الله يخليك يا رب أول إشي يا أمم راعد بالنسبة للسؤال هذا آه معرفة الطالع آه هي صفات فأنا ذاكر حط رابط في صندوق الوصف لصفات الطوالع لأهم الصفات فبيجي الشخص بسمعها بشوف أقرب صفة من الصفات غير الصفات البرج إيش اللي بنطبق عليه فبيجي بأخذ هاي الصفة وبراقبها في التوقعات اليومية لما إحنا بنحكي عنها مثلا آه طالع طالع مثلا لنفترض الأسد وإجي سمع أول مرة الأسد انطبق عليه ثاني مرة الأسد انطبق عليه خلص بعرف أنه هو انطبقت الصفة وانطبقت طالع عليه فبيحدد أنه هذا الوقت للطالع وبصير يتابعه كبرج إليه أو بيشوف أكثر من طالع أو أكثر من توقع لأكثر من برج وشافها بتنطبق عليه في نفس الفترة بتيجي نفس الأحداث اللي بتنذكر لهذا البرج بتنذكر له أو بتصير معه فخلص معناته هذا طالع يعني ما رح يكون إشي بعيد عنه سؤال مهم رائع هذا سؤال من الأسئلة اللي بفيها قصف جبهات حلو أنا بحبها هاي الأسئلة إيه إنه التاروت هل التاروت اللي بيحكي توقعات الأبراج صحيح طيب شوفوا تاروت وأبراج فأنا رح أشرح لكم الطريقة هاي أول إشي التاروت هو فن مش علم يعني فالتاروت هو الكروت هذه اللي هي زي الكوتشينة أو الشبدة وبكون عليها صور وبحللها الواحد على حسب الإحساس أو الحدس أو الطاقة تبعته بعطي أجوب عليها حسب فراستك أنت بطريقة الإلقاء وقدرتك على التحليل ممكن تعطي الإيجابة إذا كنت من الأصحاب الروحانيين ممكن تعطي إجابات قوية ولكن أغلب اللي موجودين على الساحة هم ناس دخلوا على الشغلة بس نوع من أنواع المصب النوع الثاني الأبراج في العلم الحديث حاولوا أنهم يدخلوا الأبراج مع التاروت أنه كل كرت اللي برتبط بكوكب وبرتبط في برج اللي هي على الطريقة العبرية أو اليهودية على أساس أنه يعني الأبراج والكواكب بتأثر برضو على الكروت هاي ومنتسب كل كرت لبرج معين فبحاولوا أنهم يحللوا بالطريقة هاي وهذا برضو إشي عليه خلاف كثير في الموضوع نوع من أنواع الفنون برضو خلاف عليه ولكن الموجودين على الساحة لأنه صعب أنه يروح يتعلموا من الطريقة اليهودية اللي هي الأبراج والكواكب وزواياها وكل كرت مرتبط في إيش وصير يحلل معناها تبدي تعلم علم الفلك وإلى ما للنهاية فهاي قصة بالنسبة لأله فالأسلم إيش هي وهاي برضو اللي بدو يتعلم النصب بالأسلوب هذا ممكن أنه يعملها حتى هسا بنعلمك إياها تيجي أنت مثلا تشتري كتاب لأحد الفلكيين اللي عام الكتب عن التوقعات السنوية أو إذا بدكش تغلب حالك بدكش تدفع فلوس بتتابع لك فلكي أو اثنين أو بترجم من مواقع أجنبية إذا بتعرف الشهادة خليك على العرب فشو بيجي؟ بيجي واحد مثلا بيقول لك توقعات لشهر السادس للأبرج برج الحمل ماشي برج الحمل الشمس بالجوزاء البيت الثالث معناته عندك نشاط وعندك حركة وعندك اتصالات وعندك 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 هاي الأمور الإيجابية ولكن لأنه تراجع وطارد وهو كوكبك بعطيك عصبية واندفاع وتهور في بعض الأوقات وبتيجي الأمور معك بصعوبة وممكن تتعرض لبعض الحوادث شوفوا كيف أنا حكيتها وفي نفس اللحظة يعني أخذ النقطة هاي بالنسبة لموليد برج الحمل ممتازة كثير لها علاقة بالعائلة وأفراح عائلية ومناسبة معينة ممكن تدخل على العائلة هيك إحنا حللنا توقعات شهر ستة بالنسبة لأهم الأحداث اللي ممكن تمر على موليد برج الحمل بيجي واحد بمسك الشدة هاي الكوتشينة بيقلب الورق وقولك بدنا نعرف إحنا التارو إيش بتحكي عن موليد برج الحمل بيجي بفتح الكرت آه الكرت ده بيدل على الحوادث دير بالك أثناء القيادة أنت عندك نشاط عندك اجتماعات عندك سرعة بديها بتقدر توصل معلومة بتقدر تقنع الناس باسحب كرت ثاني وهذا الكرت بيدل على البيت وهو الكرت لا بيدل على البيت ولا ile علاقة بالبيت وهذا كملوش علاقة بالنشاط ولا بالحركة وهذا الكرت بيدل على البيت عندك مناسبة انا حاسة من الكرت النبول انه في افراح او في اجتماعات او في كذا او في كذا طبعا احذروني اني بحكي بالطعم اللهجة المصرية لانه تقريبا كثير ناس يعني سوري لبناني مصري كله صار يكذب في علم التارو يعني وببلش يحكي ويشرح ويقلب كروتهم لا عارف الكرت ايش بحكي هو بعرف اسمعها كرت الشيطان كرت الارقوز كرت الذهب العمل الذهبية طلع عندك ستة طلع عندك سبعة طلع مش عارف ايش فبيبلش يركب الكلام تبع الفلكي على التارو وبيجوا الناس ايش والله بالتارو زلمي وبصير هداك ايش يقول لك انا بحللك تارو على الخاص ويدفع مصاري طبعا اذا ما بدك الطريقة هاي بتقدر تعملها بفنجان القهوة تفتح الابراج برضو تقول انا نتوقع لبرج الحمل بفنجان انا بالفنجال او فنجان القهوة وبتفتح فنجان القهوة او برج الحمل والله شايف عندك وسفريات وتحركات وبتكون تتنقلوا هاي في اكثر من طريق في الفنجان وشايف في ناس بترقص او ناس مجتمعة او ناس ملمومة يمكن هذا بيت يمكن فرح يمكن مش عارف ايه وبصور يحكي وهو مايخذ من فلكي يعني هو مايخذ المعلومة من فلكي وركبها وحكى فانتي ايش بتصير هونا انت تبع قارئ فنجان صح وبتجيب لايكات وكومنتات لانه علم خاص هذا وتبع تارو وبرضو بتجيب خاص اذا ما عجبك تيجي بتقول والله بدي افتح بالهوى احب احر انا بدي اخترع علم جديد انا هذا بالهوى والله انا شايف نسمة الهوى اللي اجت علي نشيطة شوي فانتي نشيط اليوم او نشيطة الشهر هاته وكلهم على هذا المنوال انا لاحظت كثير انه احد ولا الاشخاص يعني بكثرة موجودين هم ما لهم علاقة لا بالفلك ولا لهم علاقة بالتارو ولا لهم علاقة بالفنجان هم يكلهم بس هي طريقة الفهلوة او البيضة والحجر كيف بدي ينصب وكيف بدي يحتال وكيف بدي يوصل لك الفكرة الشطارة تعرف هو اخذ المعلومة من مين ونسبها لحاله كيف يعني هذا الفن وفي منهم مرة بنط بصير يقرأ من كتاب قديم مرة بصير يحكي لك ادعية وهذا دعاء اليوم وهذا حديث اليوم وهذا صلاة اليوم وفي منهم بنط قرأ لك في كتاب مش عارف ايش بروح بشتري له شوية كتب عن ابو معشر وعن نبي دانيال وعن هدولا وبصير يفتح لك يقول لك هيني قرأتها قدامكو على الكتاب شو مكتوب معناته هذا اليشي بدي يصير وبصير يشرح شاف الموضوع مش مزبوط معه بنط على الطاقة بصير زلمة بيحلل لك طاقة شاف الموضوع مش مزبوط معه في الطاقة بيروح بنط على ايشي له علاقة كيف ترد الحبيب بحركتين وبأسلوبين وبتصرفين كيف تعرف الهجران هذا هجران محبي ولا هجران فراق وببلش يحكي يسرق من تبعين علم النفس وينسب لحاله ويحكي ويخرب ويعمل دهو شي فعشان هيك كثير كثير ناس موجودة على الساحة للأسف الشديد هي سرقت العلم هذا أو هما ما سرقته هي أخذت منه جزء ونسبت لحالها أنها أصبحت علامة على الساحة أو أنه خلص يعني أي واحد غيره بحكي غيره هو كذاب وللأسف الشديد يعني وجدوا ناس تسمعهم وتدعمهم وهذا وانشهروا طبعا رزقتهم احنا ما منحارب بالرزق هي رزقهم أجا ولكن انه هو كعلم هو ما له علاقة بالعلم يعني ما بدنا نطول احنا كثير واحنا نقصف في هالجبات ولكن اللي حابب انه يصير فلكي ويصير روحاني ويفتح بالمي ويفتح بالمندل ويفتح بالمش عارف ايش على نفس الطريقة ممكن تستفيد وتفتح لك قناة وتلم مصاري واو عد اللي بيقول لك ده صحاب القنوات على اليوتيوب بيقول لك ايش مش ملحقين لم مصاري الله يكون الله يكون معين للناس الله يكون معين للناس خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاحد ستة حزيران القمر طبعا موجود اليوم في الحمل بده ينتقل للثور في ساعات الصباح هو الان موجود في منزلة الثورية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار اي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور برضو رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 وتسع دقائق مساء من مساء يوم الأحد بعدها رح تنتقل لمنزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها بما أنه القمر موجود في الحمل فطبعا تأثيره رح يظل للصباح فلازم نحكي من الآن للصباح مدة طويلة ذكرناه في الأيام الماضي أنه نأخذ من صفات البرج عشان هيك في الفترة هاي نشعر بطاقة كبيرة للعمل نكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك أو إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة لزوايا الفلكية آخر زاوية قبل خلو المسار أذكرناها يوم أمس رح نعيدها اليوم هي الزاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة وستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بعد الزاوية هاي بيبدأ خلو المسار يعني الساعة عشرة وستة واربعين دقيقة مساء مساء هاي الليلة موعد بث الحلقة لا اليوم التالي اللي هو لغاية الساعات الصباح لساعة خمسة وستة واربعين دقيقة صباحا هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة صباحا القمر بنتقل بصير في برج الثور عشان هيك بنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقمومتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح تكون بعد ما ينتهي خلو المسار ويصير القمر استقر في برج الثور هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا منهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة لأنه بالزاويتين اليوم موجودات هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة عصرا بتأجج العاطفة تجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة لخلو المسار القادم فطبعا القمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء ثمانية ستة رح يبدأ في تمام الساعة ثلاثة وست دقائق عصرا وبيستمر حتى تمام اليوم تمام الساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر العمر القمر انحسار الهلال خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة اثناش ثمان دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بصير ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمنتاش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد القمر في الحمل دي انتقل للثور حتى يوم ثمانية ستة سعيد حتى ساعات الظهر بعدين بصير منتحس طبعا ساعاته بتكون عشرين في المية لما بصير منتحس برضو بصير عشرين في المية عطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين ستة منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسين في المية المريخ في السرطان حتى يوم حداش ستة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمس تاش في المية زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم احد عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أما بالنسبة لأورانس في الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتن في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية أما بالنسبة لبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط ممكن اليوم تسيطروا على زمام الأمور وتنجحوا بالدفع بمصالحكم وممكن تهتم بمظهرك وبالتغييرات اللي ممكن تصير لغاية ساعات الصباح طبعا من ساعات الصباح الأجواء بتتغير بشكل جذري بصير تركيز كله على المال والوضع المالي وممكن تحمل لك فرص مالية ممكن تكون مفاجئة إلك أو تدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات والزيارات وممكن تهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع وتتحرك ممكن تتعالج اليوم مسائل إدارية أو تمويلية تتطلب منك توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الثور طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة والضغط هذا بتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم في ساعات الصباح طبعا الأجواء بتتشجع أكثر أو بصير فيه نشاط أكثر فبتصبح عندك ثقة عالية جدا بنفسك وبعمك النشاط أهم مش أنك تبادر لخطوة جديدة بالدعم من مركزك الاجتماعي القمر بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية وبيدعوك الجولة بدل جهود من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم تعتبر الفترة هاي من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما إلك عليك بس أخذ المبادرة وحاول أنك تكون شجع برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل مناسبة دعوة حاول أنك تكون بس مخلص لصداقاتك ووعودك بالفترة هاي وممكن تحصد تأييد لا بأس فيه طبعا هذا الوضع بظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيتطلب منكم نوع من الهدوء يعني عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأنه القمر صار موجود في بيت المتاعب إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم مش إنك ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان أهم مش إنك ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار بالفترة هاي مشوشة والظروف بتكون ضاغطة لأنه برضو تنساش عطارد بيتراجع برضو عندك برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبتحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شي إنك تحاول إنك تهدى ما تعصب امسك أعصابك ما تغامر ما تجازف بالفترة هاي من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع بصير عندك استعداد للقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات حاول إنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد هاي فترة مناسبة للانضمام للجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج الأسد بيظل النشاط موجود وبتنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبظل اليوم هذا مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجح اليوم للترويج العمل أو كسب الدعم والتأييد وهذا الأمر بظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأمور بتتغير القمر بنتقل وبصير في بيتك العاشر فعشان هيك اليوم بيصبح مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن الفترة هاي ممكن تحمل بعض القلق على أحد أفراد العائلة وممكن تواجهك مسؤولية أو عبء مهني لا ترتبك خصوصا في المواقف الحساسة إلا الجو العام بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة برج العذرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتصير متاحة لا مكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض أهميش إنك تبادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة للاياقة جسدية وأصاب متينة بالفترة هاي وطبعا هاي الأمور بتظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بترتفع عندكم المعنويات والفرص النجاح بتصير بشكل كبير وممكن تعودوا للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب يصير معك بشكل قوي الفترة هاي برضو بتحمل للبعض أمور بتتعلق بمسائل السفر برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وبتظل الأمور مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهمش إنه ما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وديروا بالكم من الحوادث والأعداء في هاي الفترة طبعا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك وتأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت إلك نوع من أنواع الإزعاج أو ممكن أثارت بعض العدوات برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون مع زملائكم أهم شيء تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بصير اليوم مناسب للقيام بعمل بيطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيش هراكاتكم حاذروا من الانفعالات بيصعب التفاهم معكم خلال هذا اليوم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة حاول أنك تكون صبور وما تتذمر الفترة هاي خالية من الحظوظ تماما فعشان هيك لا تغامر بحظ ولا تنفعل القمر مقابلك تماما وهذا بضعف من طاقتك برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم والظروف بتكون جيدة ولكن أنه بكون في نوع من أنواع الاحتمالية على قلق اتجاه أحد الأحباء ولكن الفترة هاي فيها نشاط ودينوماكي وممكن تتميل فيها للهو والترفيه أو تغيير الجو لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الوضع بانعكس وبصير تركيزه على العمل وعالصحة عشان هيك ممكن يتراكم بعض العمل عندكم رغم أنكو عندكو قدرة على إنجازه أو على يعني تحقيق خطوات جيدة اتجاه العمل أهم شيء كل يوم تنظموا جدوى الغذاءكم هتحاولوا تأخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وعلى طاقتك لحصد النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي لأنه برضو الفترة هاي غير الصحة ممكن تحمل قلق مهني برج الجديد بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وبظل الجو بيركز على البيت والعائلة من الآن لغاية ساعات الصباح فهاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من الهواجس اللي أنت بتعيشها وممكن يكون عندك اليوم نوع من أنواع تبادل الزيارات في ساعات الصباح طبعا الأجواء بتتغير ممكن اليوم يعني الأجواء العاطفية تصير مفاجئة بالنسبة لك فبترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ووسعكم ومارسة نشاط فني برضو بيطمئن بالكم نسبيا فممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شنك ما تستسلم بل كرر المحاولات فبترغب اليوم في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلات عمل الفترة هاي بتحمل يعني أجواء رومانسية ونجاح ولكن برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة برج الدلو طبعا بظل النشاط مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح فبتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم شنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط لأنه اليوم أنت بتمتلك سرعة خاطر ومهارة طبعا هاي الأمور بتظل غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتهزين موقعك في العمل ولا تثبيته وقدم المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها أو بيطلبوها منك اليوم برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية وممكن تسمع خبر سار وبيلعب قريب دور مهم بالنسبة لك ممكن تهتم بقضية شراكة أو عمل وهذا الأمر بظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير اليوم مناسب للخروج بنزهة بنزهة قصيرة أو بنزهة عمل أو إشي العلاقة بالعمل ولكن عندك نشاط قوي بيكون لك برضو اليوم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور لمن حواليك اليوم حاول أنك تتفهم الآخرين وإبقى هادئ وحاول أنك ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم حاضروا أهم شيء من السرعة ومن سوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر